فيديو جديد وفيديو مميز عايزة ارحب بيكم معايا في فيديو النهاردة طبعا كالعادة هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا في الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي هتقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لست ما اشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويا ريت كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف ونتعرف على الادوات اللي هتتعارض معانا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها وهنا معانا الرف ده تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار في الحمام وتنظمي عليه الكريمات او الشامبوهات او العطور دلوقتي هنشوف عندنا مجموعة من الكطع اللي تقدر ان انت تقفلي بيها كوابس الكهرباء لو انت عندك اطفال في البيت الكطع دي بتساعدك ان انت تأمني عليهم من الكهرباء هنا عندنا مجموعة من المنظمات اللي تقدر ان انت تنظمي بيها التوابل الصحيحة او التوابل البودرة او تنظمي بيها المكسرات او اي حاجة انت عاوزها وبعد كده هتقدر ان انت تثبتيها على بعض كده وتنظميها جوه التلاجة او برا التلاجة وهنا عندنا الحامل المغناطيسي تقدر ان انت تثبتي من خلاله الموبايل وتثبتيها على اللاب توب او على التابلت بتاعك زي ما احنا شايفين كده مع بعض من خلال الفيديو وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا شكل من اشكال المنظمات الجميلة تقدر ان انت تثبتيها عندك على الجدار واللي طريقة تثبتها سهلة جدا تقدر ان انت تنظمي عليها العطور او الكريمات او الشامبوهات او مختلف الحاجات اللي انت بتستخدميها دايما وطبعا المنظمات دي تقدر ان انت تثبتيها في الحمام او في المطبخ وتقدر ان انت تنظمي عليها اي حاجة انت عاوزها بعد كده هنا عندنا فرشة وقشاطة في نفس الوقت تقدر ان انت تنظفي بيها الارضيات او استجاز او مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك وغير كده تقدر تقشاطي كل الميا والصابون من خلال الاشطة اللي بتكون موجودة في الفرشة دي دلوقتي هنشوف عندنا مصفة طريقة تصميمها جميلة جدا تقدر ان انت تصفي من خلالها الخضار او الفكهة او المكارونة او الفراخ او اللحمة تقدر ان انت تصفي بيها اي حاجة انت عايزيها بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا فرشة التنظيف دي زي ما انت شايفة كده معايا بتيجي معاها قطعتين عبارة عن اسفنج وفرشة تقدر تبدلي بينهم على حسب طبعا الحاجة اللي انت عاوزة تمضى فيها وتقدر طبعا تستخدميها في تنظيف حاجات كتيرة زي مثلا البتوجاز او الرخام او الاطباق والحلل او تقدر طبعا تستخدميها في تنظيف السجاد او الاحذية او مختلف الاسطح اللي بتكون عندك يعني هي بيكون لي هكذا طريقة في الاستخدام هنا معانا منظم لتوزيع السابون السائل طبعا تقدر تثبتي المنظم ده في المطبخ او في الحمام وتنظمي جواه سابون سائل الموعين واستخدامه سهل جدا وعملي بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من القطع اللي بتساعدنا ان احنا ننظم مختلف الاحذية اللي بتبقى موجودة عندنا جواه الجزامة بطريقة منظمة ومرتبة جدا وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الجوانس الجميل ده طبعا تقدر ان انت تستخدميه وتحمي ايديك من مختلف ادوات ومواد التنظيف اللي احنا بنستخدمها دايما في التنظيفات المختلفة اليومية اللي بنعملها في البيت وطبعا ممكن تستخدميه وانت بتعملي مختلف الاكلات بعد كده عندنا الكباسة اللي بتساعدنا ان انا نحل كل مشاكل الهدوم او الاحذية وطبعا هي بيبقى ليها كزا طريقة في الاستخدام وكل طرق استخدامها دي هتشوفيها معايا دلوقتي من خلال الفيديو ده بعد كده هنشوف عندنا حامل لمختلف لوازم المطبخ زي السكاكين او المعالق تثبيته سهل جدا على الجدار وغير كده المنظم ده بيساعدك على توفير المساحة عندك في المطبخ وتقدر يتنظم عليه فوة المطبخ بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا صبانة على شكل ورقة شجر تقدر ان انت تثبتيها على الحودة عندك وتقدر يتنظم عليها السطبون اللي انت بتستخدميه او تقدر يتثبتي عليها لوازم تنظيف الموعين وهنا معايا الممساحة دي وهي بيبقى ليها كزا طريقة في الاستخدام تقدر ان انت تنظفي بها الجدار او الدوليب او المرايات او الشبابيت او مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده هنشوف عندنا اداة تقطيع تقدر ان انت تقطعي بيها الفكهة زي البطيف كده على شكل ايس كريم بطريقة سهلة قوي وجميلة زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وهنا تعالي نشوف مع بعض معايا مجموعة من الادوات اللي بتساعدك ان انت تشيلي كل الحاجات السخنة اللي بيبقى صعب عليك ان انت ترفعيها والادوات دي بتيجي باشكال مختلفة بتساعدك ان انت ترفعي الطبق او تشيلي الحلة او الصواني السخنة بكل سهولة وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ بيجي عبارة عن دورين تقدر ان انت تثبتيه على رخمت المطبخ وتنظمي بيه التوابل والزيوت او السوسات وكمان تقدر ان انت تنظمي من خلاله ادوات ولوازم المطبخ اللي بتكون عندك زي الشبك وستكاكين ولوحة تقطيع الخضروات دلوقتي هنشوف عندنا مصفة طريقة تصميمها جميلة جدا تقدر ان انت تصفي من خلالها الخضار او الفكهة او المكارونة او الفراخ او اللحمة تقدر ان انت تصفي بيها اي حاجة انت عايزيها بكل سهولة هنا بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا الاداة او الكطعة اللي بتساعدك ان انت تنظفي واتقطع الخضار اللي عندك زي الفلفل او الكوسة او البتنجان بطريقة سهلة جدا وبسيطة وطبعا بيساعدك جدا في عميل المحشي بعد كده هنشوف مع بعض عندنا اداة تنظيف كرسي الحمام وهي بتساعدك ان اتنظفي كرسي الحمام بكل سهولة والاداة دي بيجي معاها مجموعة من الكطع الاسترنجية اللي بيبقى فيها مادة تنظيف بتساعدك ان انت تنظفي وتعقمي كرسي الحمام وهي طبعا بتديكي افضل نتائج التنظيف اللي انت بتكوني محتاجاها وغير كده بيجي معاها حامل تقدر ان انت تثبتيها عليه بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا القشاطة والقشاطة دي بتيجي عريضة جدا بتساعدك ان انت تلمي كل المية او كل التراب اللي بيبقى على الارضيات او اللي بيبقى على مختلف الاسطح اللي بتكون عندك وتقدر ان انت تنظفي بيها من تحت الكنب او السرير بكل سهولة وطبعا تقدر ان انت تنظفي من خلالها المرايات وتتحكمي في الطول بتاعها من خلال العصايا اللي بتيجي معاها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الغسالة الميني الحديثة اللي تقدر ان انت تغسل بيها الشربات او الملابس الداخلية او هدوم الاطفال او مختلف الهدوم اللي بتكون عندك وطبعا هي بتوسع معاك لعشرة لتر من المية واهم حاجة في الغسالة دي انها مش بتاخد عندك مساحة خالص في البيت وهنا هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على صنع المكرونة بمختلف اشكالها وطبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبييجي متوفر معاك كذا شكل تقدر ان انت تعملي اي شكل من اشكال المكرونة اللي انت عاوزها بعد كده عندنا مجموعة من منصدمات التلاجة نقدر ان احنا نستخدمها في تنظيم الخضار او الفكهة او بقاية الاكل او تقدر ان انت تنظم بيها مختلف التفريزات اللي احنا بنعملها في التلاجة عندنا ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهيته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصلي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك ايه استفسار عن ايه منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك ايه استفسار عن ايه منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي أدوات منزلية جديدة وأفكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يفصل لك إسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة إن شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك إزاي تقدروا تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والأدوات اللي محتاجها في بيتك أو في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر إن انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والأدوات دي بكل سهولة تقدر إن انت تجيبي المنتجات دي بتلات طرق وطبعا تقدر إن انت تختاري طريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداياتا كده أول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر إن انت تجيبي كل الأدوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدر تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها وعاوزا اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدر ان انت تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انت تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في اقرب وقت اسببكم في رعاية اللي